البداية أولاً مع الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا وارتداداته أيضاً طالت لبنان وكل هذا الأسبوع هذا الزلزال خطف الأضواء من كل العنوين السياسية والاقتصادية ربما وصار في أيضاً بعض الارتدادات السياسية شفنا كيف انفتحت العلاقات والحدود بين دول وبين بلدان لم تكن في السابق على تواصل أو على شراكي ماذا في الوقائع السياسية زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا الوقائع السياسية المتصلة بهذا الحدث بداية أكيد واحد يريد أن يواجه كل التعايز والتضامن لكل ضحايا هذه الكارثة الكبرى بمئاسة من هالنوع أعتقد دايماً في مبدأين لا يمكن تخطيهما المبدأ الأول هو المسارعة لإنقاذ الضحايا وهون بتتوقف كل الاعتبارات الأخرى عند المسارعة على الإنقاذ بأي وسائل بكل الجهود بكل السبل المتاحة من دون أي قيود ولا أي عوائق المبدأ الثاني أنه من بعد ما تنفذ إنقاذ الضحايا لازم واحد يتعلم من هذه المقاسة تجنب تكرارة أو في حال لا سمح الله تكررت تكون الخسائر أقل بهذه السياق بيّن بشكل واضح أنه صار في شيء اسمه ديبلوماسية الزلازل ويبدو أنه منا جديدة حتى بالنسبة للأتراك يبدو أنه سنة التسعة وتسعين صار فيه زلزال بإزميت كان إردوغان رئيس بلدية اسطنبول وكان نظيره اللي صار بعدين نظيره اليوناني كان رئيس بلدية أسنا وديبلوماسية الزلازل أنا ذاك فتحت اليونان على تركيا وقدت إلى حل حل ما إن شاء الله هل مبدأ نفسه ديبلوماسية الزلازل يوصل كمان إلى نوع من الحل حل السياسي على أي خطوط؟ على كل الخطوط على كل الخطوط لبنان والسوريا سوريا والمجموعة العربية سوريا والتركيا بدنا هلأ نحكي السياسي على المستوى اللبناني الوفد الوزاري كان خطوة لابد منها خاصة على مستوى التضامن بين الشعبين الشعب اللبناني والشعب السوري يمكن بيقى ملاحظتين هامشيتين بموضوع الوفد الوزاري أولا غياب لون لبناني أساسي عن تكوينه هو اللي حاول يبدو رئيس الحكومة نجيب مئاتي أن يتجنبه بس ما يدير مما خلى أنه الوزراء يكونوا ناقصين لون لبناني أساسي ومكوين هو اللي حاول يعود عنه بأنه يضم أميني عامين الخارجية والهيئة العليا الإغاثي للتعويض عن الغياب السني النقطة الثانية اللي ما بدي يستنفها لا إيجابية ولا سلبية إنما هذه الزيارة تمت من بعد استئزان لجهة غربية وكان هناك ضوء أخضر وموافقة فرنسية مش بالضرورة فرنسية يبدو أمريكية فإن شاء الله هذه كمان بتكون مؤشر إيجابي لمزيد من الحلحلة لخدمة المصالح اللبنانية يعني حسب معطياتك اتصل رئيس الحكومة بالسفيرة الأمريكية ما بعرف مين حكي مع مين إنما تم إطلاع الجهات الأمريكية مسبقا على الزيارة وبقول إن شاء الله هذه تكون خطوة إيجابية لمعالجة الملفات العالقة إن كان بموضوع النازحين بموضوع ترسيم الحدود من بعد أكيد ما بجعب أقول ما نخلص من الكارثة الواقعة بسوريا وبتركيا أحسن أيوب في زيارة ليفت اليوم كانت لوزير الخارجي الإماراتي أيضا إلى سوريا ديبلوماسية الزلازل حسب ما سماها جوع عزيز كيف تقرأها وإلى أين يمكن أن تؤدي خلينا نوقف أول شي عند موضوع زيارة الوفد اللبناني زيارة الوفد اللبناني أولا للمرة الأولى منذ العام 2005 بيسبق التطبيع الشعبي التطبيع الدبلوماسي أو السياسي أو الرسمي يعني اللبنانيين من الساعات الأولى لوقوع الزلزال إن كان عبر السوشيال ميديا أو عبر الإعلام أو عبر المبادرات المتتالية واللي ادحرجت بشكل سريع سبقوا اللبنان الرسمي واللبنان السياسي بهذا المعنى هذه النقطة الأولى النقطة الثانية بموضوع الوفد وبمعزل عن الملابسات يعني كيف تطور تواصل اللبناني الرسمي السوري إن كان أول مرة عبر الوزير علي حمية ثم اتصال رئيس الحكومي بنظيره السوري وكانت مبادرة كتير منيحة وكان ممكن حتى هالمبادرة تكون أفضل لو صار اتصال بين الرئيس المئاتي والرئيس الأسد ثم تشكيل الوفد عندي مجموعة ملاحظات أول شيء وقت لوصل الوفد على الشام وصل مباشرة على وزارة الخارجية ما كان مضي تقريبا عشر دقائق ربع ساعة ما كان بلش عمليا الاجتماع مع الوزير فيصل مئداد حتى جاء الاتصال من القصر الرئاسي إنه الوفد مدعو للقاء الرئيس الأسد يعني الوفد وقت يطلع من بيروت إلى دمشق لم يكن مبلغا بأنه رح يصير فيه لقاء مع الأسد وهذه خطوة كتير إيجابية بملاقات المبادرة اللبنانية النقطة التانية عندما وصل الوفد إلى القصر الرئاسي كان واضح بالإجراءات اللي عملت بالبروتوكول السوري إنه فيه يعني تجاوز البروتوكول ربطا بهذه المأساة الكبيرة بحيث إنه كان الرئيس السوري ناطر الوفد اللبناني خارج مكتبه ناطرون وبتالي صفحون وقعدون نقطة التالتة إنه للمرة الأولى ما كان فيه عتب بقلب الاجتماع للبنان السوري بالعكس كان عم يعتبر الخطاب يعني كان الخطاب اللي يعني تناوبوا على الحكي عنه الوزراء يعني بالتدرج كانوا الوزير عبدالله أبو حبيب ثم الوزير علي حمية ثم الوزير هكتور حجار وأخيرا الوزير عباس الحاج حسن بالحكي كل يطو كان الطابع العاطفي الاجتماعي غالب على الخطاب الحاضرين وثم أفاض الرئيس الأسد بالحكي عن حتى الحصار والعقوبات كل يطعمت السادف الشعبين والبلدين والآخرين هل تم التطرق إلى موضوع النازحين؟ لا 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 ما حد اقترب على موضوع النازحين ولا كانت لحظة سياسية مؤاتلة الحكي من الترفين بس هو يعني هيد الزيارة وهذا الكلام العاطفي يعني شو ممكن يفيد بالكارسة اللي صارت يعني هو أكتر يصرف بالمعنى السياسي يصرف بالمعنى السياسي يعني من هون كان الحديث أنه يعني شو بينفع زيارة الوفد اللبناني ولقاءه وزيارته لقصر المهاجرين شو بينفع المناطق المنكوبة هي مش من هون تم تفسيرة أنه بالسياسة وأنه مثل سارعوا إلى قصر المهاجرين هيده بعض العنامين يلي كانت حتى إذا بدك تراجع أنت حجم الحملات اللي عملت على زيارة يعني مش بالمقارنة مع المرات الماضية ما تنسى شغلة عم نقولة معلش عم نقولة نحن هلأ لأنه أنت بتعرف قدام المأساة ما بيعود عندك مش كليمين يبحكي مع مين وهلأ القول أنه والله استثمره فلان والله استثمره الرئيس الأسد والله استثمره نجيب ميقاتي أنا برأيي هذا حكي ما إلو معنى نهائيا ليش ما إلو معنى؟ لأنه لأولوية إنك إنقاذ الضحايا ما عندك أولوية تانية مين مكان يكون؟ خلاص هذه أولويتك هلأ المبادرة اللبنانية بتحل أزمة؟ لا ما بتحل أزمة بس ما ننسى الأرار لأخذته الحكومة بظل العقوبات المفروضة على سوريا والمناسبة ما كان بعده الرئيس الأسد مبلغ يعني أثناء الاجتماع وعم يحكي الوزير علي حمية قال له نحن أخذنا أرار بالحكومة بفتح كل المرافق البحرية والجوية وأعفاء أي طائرات أو بواخر بدا تجي حامل مساعدات لسوريا من أي رسوم أو ضرائب بس عم بيقول عم بيقول للاستاذ جان أنه هالخطوة ما صارت إلا بعد تأبيري استئزان أمريكي استئزان أمريكي عم بيستمي استئذان كانوا بيجوء استثناء المئة وثمانين يوم وتم الاستئزان بس بيجو عم بقول مثل عم بقول لحسين الاستثمار السياسي منه واقع هيدا ناطر الحل الكامل ما فيها هيدا حكومة مستئيلة تستثمر بالسياسي إنما فتحت باب